بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وبدأت في حياتها أنها تشتغل وتنجح وتنتج معنا النهاردة هتكون بداية المشاريع النجحة اللي كتير من الشباب سابوا الأهاوي وسبوا الشوارع وسبوا الحمل اللي كانوا رميينه على الزمن وعالدولة وعالحكومة واشتغلوا بنفسهم وبدأوا وفادوا بلدهم وفادوا نفسهم بنرحب بك سيد محمد منورني والبرنامج نور وإن شاء الله أبدأ جديد لنا كلنا مع بعض عاوزين بقى نهاردة نتكلم إن شاء الله عن حاجة للشباب وهي إزاي الواحد يبدأ مشروع خلاص ما فيش مشكلة إحنا مع حضرتك وهوات وأي أسئلة إحنا هنجاوب عليها سوى إذا قل حضرتك أو لأي حد من المشاهدين وبأمر الله خير يعني طيب يعني إحنا عوزين نعرف إزاي الإنسان لما يبقى عنده مشروع زي دي للمشروع بتاعه طيب مبدأيا أنت قبل ما أفكر إنك تقدر المشروع تفكر إنك إزاي تختار المشروع يعني فيه أساسيات إنك تختار عليها المشروع أغلب المشروعيات اللي بتفسر في الوقت الحالي ده بتكون سببها إن أصلاً البناء ده مختار بناء على وجهة نظره هو مش وجهة نظر الرؤية المبعدية للمكان نفسه يعني لازم في البداية في حاجة اسمها دراسة ميدانية للمكان بيبدأ يختار المشروع بتاعه على حسب المكان اللي هو يكون في المشروع رقم واحد سواء إذا كان مشروع إنتاجي هينتج منه ويصنع فده مش محتاج وجهة ومش محتاج مكان أما إذا كان مشروع تجاري تسويقي فده يريد محتاج مكان الواحد يبدأ يثبت عليه فلازم نعمل حاجة اسمها دراسة ميدانية للمكان نبدأ نشوف إيه اللي هو ناقص في المكان إيه اللي مكتمل إيه اللي عدده زيد عشان ما نحاولش نقرره ونفشل مهما إن كان شغال ففي حاجات كتير ونورة كتير بتحدد إذا كان المشروع ده هينجح لا يفشل بداية من اختيار المكان للمشروع يعني نقدر نقول إن اختيار السوق المناسب أو المكان المناسب أو المنطقة اللي هيبدأ يفعل المشروع نفسه بتفرق معي أنا هتديك مثال بسيط يعني واحد شاف في مكان أو في منطقة المنطقة دي فيها وليكن خمس مطاعم فقال ما هو مطاعم شغالة فأنا هبدأ أشتغل في المطاعم بس هو ما يعرفش الكسافة السكانية بتاعة المكان ده هل يطرها هتشيل العدد ده من المشروعات ولا لا فقام فاتح مشروعه فللأسف أخذ من رزق غيره وفي نفس الوقت نقفع نفسه طب ليه ما كانش يحسبها من الأول الكسافة السكانية دي هتشيل كمية دي من المشروعات ولا لا طب ليه أنا ما عملتش حاجة تخدم عليهم بحيث مثلا أنا جبت لهم احتياجاتهم وبحالهم بسعر الجمل أبقى شغلت نفسي وشغلته مش وقعت نفسي وأخدت من رزقهم يعني زي أقول دراسة ميدانية للمشروع الأول نحن ندرس المكان الأول نعرف فالمكان ده هينفع أننا نشتغل فيه هنبيع فيه منتجاتنا إزاي طبعا هل هيستوعب كمية الانتاج اللي أنا هتطلعه ولا هتكون كتير عليه بالضبط هو لازم في البداية يبقى بيحدث إذا كان مشروع إنتاجي أو تسويقي لو إنتاجي إحنا كده قريدي مش محتاجين مكان مهما كان إحنا محتاجين مكان بس يا دوب هنصنع فيه أما لو تسويقي لازم تبدرس المكان اللي هيعمل فيه الموضوع ده جوال بما أنك بقى نجمع المشاريع في مصر الفترة اللي فاتت دي وطبعا صاحب كتاب المشروعات بالعامية ده كتاب الأستاذ محمد عامله يمكن الكاميرا ممكن تجيبه لنا معنا شوية الكتاب ده هو كتاب من تأليف الأستاذ محمد محمود كتاب يتكلم عن المشروعات بالعامية إزاي بقى جات لك الفكرة أصلا في الأول أنك أنت تبدأ تتكلم في حوار المشروعات ده يعني الدراسة أو الفكر أو زي ما نقول الخطوة اللي في حياتك أو الليلة بقى يعني النهار ده مثلا بكرا هبدأ أشتغل في المشاريع الليلة اللي قبل الكصة دي بقى اللي جات لك إزاي؟ بس هي القبل الكصة دي أنا كنت واحد رياضي بلعب في نادي كويس لحد الماء وكنت بلعب في المنتخب بس حصل ظروف دروب أن أنا مكملش يعني الحمد لله نصيب فأنا كنت اشتغلت في حاجات كتير في نفس الوقت شايف الميديا بقى كل استجلالها في أنه هو وقت فراغ يبايع وقته طب إحنا ليه ما نستجليهاش يعني نستجلها صح طب نعمل حاجة فبدأت من هنا أبدأ على الميديا أكلم الناس أعمل مشاريع عملت جروب وكبرت جروب وسن نهارده بنصف مليون تقريبا فالموضوع كله إزاي أنك بتحول حاجة مليهاش لازمة لحاجة مفيدة إزاي أننا هقدر أعمل حاجة الناس تستجلها صح إزاي أن الناس دي بدل ما هي قاعدة تلعب طب قلت ما تتعندها تتعلم يعني قول نص شباب مصر مش شجل وبرضه معامي وبعيله ومعانيته وقاعد بيلعب بيه طب ليه لما يشوف حاجة ما شفتش حاجة مفيدة حاجة تفيده طبعا فبدأنا نحول الموضوع ده لحتة الميديا أننا نبدأ نطورها شوية في أن فيها استقلال وإفادة فبعد الإفادة دي بدأ يبقى فيها على أرض الواقع الناس بدأت تتكلم الكلام بدأ يقتر فالناس عايزة تعمل حاجة فاللي عايزة يعمل حاجة بقى يجيلي فأنا بقيت أقول له يعني بقى الميزة في كده كمان أنه مش بس اللي بيكلمك اللي محتاج لا لا ده اللي بيكلمك كمان حد مستورد حد من الناس اللي حابة تساعد وتشارك في حاجة زي كده فأنا النهاردة بفضل الله على علاقة بكل مستوردين مصر في كل المجالات يعني يقدر نقول أن أنت استغلت المدر التكنولوجي أو التقنية الحديثة في الشوق أو بفضل الله أنك أنت استغلتها أنك أنت تربط تعمل شبكة علاقات بكل مستوردين وإنت في البيت وأنا عاعد في مكاني يعني زي اللعب بيلعب بس الفكرة كلها أن أنا بضيع شوية وقت في أن أنا أتواصل مع أستاذ مصطفى أستاذ مصطفى عنده منتج معين فأنا هاخده هوصل حد محتاجي لمنتج دلي فبدأ الموضوع هذا دو يعني أنت قاعد بتلعب على النت تبقى عشرين جنيه ولا بثلاثين جنيه وعليش بقت من وراها بمليارات بتعمل شبل في نفس الوقت يعني أنت لما تبص الدول الأوروبا أغلب دول الأوروبا يعني تلت تربع الناس يقول لك في مصر المشروعات الصغيرة مش شجال أنا هعمل مشروع بكام طب أنا هعمل إيه طب أنا معي تلتة ربعة تلاف جنيه طب ما تيجي ببص الدول الأوروبا كل دول الأوروبا بتعتمد أزيب من 75% من دخلها عنات الدراسة الموضوع هذا تقريبا من المشروعات الصغيرة تقريبا من المشروعات الصغيرة لما تيجي ببص الرأس المال للناس اللي بتصدعفه مبدئيا في نقطة أنا بحباش رأس المال جبال طب نفترض أن أنت معك قرشية ورأس المال جبال هتقعد عليه وهتفضل تاخد منهم احتياجاتك اليومية ده أنت لو بتاخد جنيه هتيجي في الآخر لا هتلاقي رأس المال ولا هتلاقي الجبال اللي تعتمد عليه لازم في عندك حتة الجرأة أن أنت تبدأ تتكلم وأن أنت تبدأ تشتجل آه هتحض يا إرشي لو هتخسر مرة مش تخسر التاني وبالأخص لو شغلت في نفس الحاجة اللي خسرت فيها لأنك هتتلاشى وتتضراض عن الأخطاء اللي أنت عملتها فنبدأ برضو النفس النقطة من الأول وجدية يمكننا أن نتكلم مع نموذج من الشباب يمكن لما رئيسة فتحت تتكلم عن القصة بتاعت بيبدأ تدور على حاجة عشان توفر له وقت فرق اللي هو من الساعة 8 للساعة 2 للساعة 4 على حسب فمش عايزة شغل 12 ساعة تاني حاجة بيبص لها ودي مش كتير اللي هو التأمين أو المعاش تاب قولي دي النهاردة أنا لو عملت مشروع خاص بي وبعد ما عملت المشروع الخاص بي ده أمنت على نفسي والدنيا بقيت حلو ده أنا قادر أن أنا أخذ معاشي قبل الموظف الحكوم طب ليه أعتمد على وظيفة حكومية يا ماشا أنت قادر تغير كمان في نقطة مش بحبها في المشروعات فكرة الاستسهال الشاب اللي بقى يستسهل النهاردة حاجة معينة بقيت يدخله جنيه واثنين جنيه وثابت على كده مهما جات له فرصة فهو استسهل حتى زي دي مش حابب أنه يتور من نفسه مهما كان أساساً الأسر مالك زاد فأنت مش حابب لأ أنت بتقوله أنا أقفن طب ما أنت ممكن يجي لك فرصة واثنين وثلاثة النهاردة يا دكتور لو بصيتها تلاقي الطعمية بقيتش طعمية والفول ما بقيتش فول ففي حاجات كتير المسميات بتاعتي تغيرت كله مستوحى من القديم يعني ما فيش حاجة جديدة مش هتلاقي حاجة جديدة إلا لما تكون يختروع أما المشروعات أساسة الجديد كله مستوحى من القديم بلا استثناء طيب إحنا عاوزين بقى نتكلم معاك عن أنواع المشروعات الخاصة بي يعني المشاريع اللي حاجة بتشتغل بيها أو حاجة بتقدمها للشباب كبداية إيه الأنواع المشروعات ذلك؟ أنا أول ما بدأت حياتي بدأت بحاجة أسماع المشروعات الموسمية تكونت بدور على الحاجة اللي بتبع في الوقت الفلاني وأبدأ أروح أجيبها أعرف أجيبها منين وأرجع أبيحها إزاي وتبتش على كده ما كانش عندي محل ولا كان عندي مكان ولا كمان كان عندي رأس مال والله العظيم إن نبادئ من غير رأس مال بفضل الله بس أعايز أقدم شكر خاص لأمي واختي الكبيرة مشايمة واختي الصغيرة سماية هم الثلاثة دول اللي ساعدوني في حياتي مهما كنت بخسر في مشاريع هم الثلاثة دول كانوا بيدوني كل ما يمتلكه بحيث إن في حد يبقى واقف ورايا عشان لو قدرت أخسر في حالة أبقى ربنا يتكلمني وأقدر أعواطها في حاجة تانية فالناس جي أهلي وأقدر أشكرهم بس إن حضرتك وفرتلي إن أنا أقدر أشكرهم عن طريقة نحن دائما يعني يعني عشرة صباحة إن قام بدأنا واشتغلنا فيه بنحاول نظر للناس النماذج النجحة من الشباب يعني إحنا عندنا في مصر أو في الدول العربية عموما أزمة الاتكال أو الاستسهال زي ما أنت قلت من شوية إن الشباب كلهم عندهم كل أحلامهم وطموحاتهم مستنيين المارض اللي حقق لهم الأحلام الفنوس السحري الحاجات اللي هي هتكي بالساهل اللي هو هينام النهاردة يصحى الصفح هلقى كل حاجة في حياته متوفرة لا إحنا بنجيب لكم نماذج بدأ من الصفر ومن تحت الصفر كمان وناس بدأ مديونة وناس كان عليها فلوس وناس بدأ مش معها سند والناس دي نجحت واشتغلت وعملت مشاريع وغيرت في حياتها وغيرت في حيات ناس تانية يعني يمكن إحنا جائم في الطريق الأستاذ محمد كان بيتكلم معها عن ناس جابت عربيات وجابت شواء عن طريق مشاريع هو كان أقال لهم عليها والناس دي كان بدأ من تحت الصفر يمكن الناس في الفترة الأخيرة بدأت يوصلها حكاية استيعاب أنك أنت لازم تشتغل شوي تتعب شوي يمكن التلاتين سنة اللي فاتوا أو الستين سنة اللي فاتوا يعني قبل صورة تلاتين ستة كان كل الناس مستنين أن الحكومة تديها في إيديه تديها في بقها كمان يعني حتى مش هيمدي إيده لو هيأخذ فبقه هيأكل فبقه متأشعر جاهز فلما الرئيس والدول بدأت توفر للناس مشاريع وتقولهم اشتغلوا ما زهرش بقه في الشغل ده غير الناس اللي عاوز تشتغل طبعا إنما الفشل فاشل يعني اللي هو أصلا مش في دماغه طموح ومش في دماغه هدف ومش في دماغه شغل أنت اللي عامت له مش يشتغل عارف أنت اللي خرب القطاع العام إيه الناس دي يعني هما لما اشتغلوا وتوظف وظيف حكومية وبقى أخذوا الأمان أنك لك مرتب ومحدش عارف يفصلك وإن أنت عليك معايش الناس دي فضلت نايمة في الخط لحد ما خلت القطاع العام نفسه وقع وتبايع طيب هسأل حضرتك سويا خلو دولة وقعت هسأل حضرتك سويا المهاردة لما تيجي تتكلم في واحد معايحة تدات 4,000 جنيه ومش عارف يعمل حاجة طيب سؤالي حضرتك البيع اللي بيقف في الشارع بشوات خضار اللي بادئ بحوالي 500-600 جنيه ما عندوش أسرة بتصرف عليها عنده طيب ما عندوش أولاد ما عندوش تعليم ما عندوش معندوش معندوش الاتذابات طيب تقدر تقول لي هو بيعيش إزاي بمبلغ زي ده ممكن يكون مساعدات بتجيله وعن طريق لا ولا أي مساعدات الناس دي إنت إحنا مشكلتنا إن إحنا ما بنعرفش نراضي الناس دي الناس دي إنت لما بتشوفها في حياتها الناس دي عندها عزة نفس ما بتمدش إيديها ما بتعرفش تقول هات ما بتعرفش تقول محتاج بس بيعتمدوا على إن رأس مالهم هو اللي يجبلهم فلوس أنا النهاردة لما جالي حد أفتكر اثنين شخصيتين وجولي واحد قال لي عملت له مصنع حلويات ومصنع حلوياتها كان بكارية تاريفة 15 ألف جنيه ومصنع حلويات شعبية بعد زيادة أسعار السكر من كام سنة فاتت فأصبح في نضرة في وجود الحلويات الشعبية اللي هي موجودة للطفل اللي كنا بنشتدها زمان بربع جنيه فعملت له مصنع عايزة أقول لك رايح جاي بيبعث لعينة هدية رايح جاي عينة هدية واحد تاني عملت له مصنع زبادي مصنع زبادي برضو بتكلفة لو تفتكر إحنا أعيل لك الموضوع ده قبل كده كانت تكلفته من حوالي 500 جنيه ده الدولاب اللي بتعامل بالزبادي والخام الخام اللي هو رأس مال الداي اللي هو اللبن طيب في حاجة بس مهمة في مشروعات حبيبة أوصلها للناس رأس المال مقسم لتلت أنواع رأس مال ثابت وده في شكل موادات رأس مال احتياطي وده تجنب على أي مشكلات ورأس مال متحرك وده اللي هو الخامات فأريدي لما تعمل حاجة النهاردة عايزة تعمل حاجة انتاجية فدور على المشروع اللي أقل رأس مال ثابت ينفع كريمي بي ففيه مثال بسيط برضو لمصنع الإكياس البلاستيك اللي الناس كتير حابة تعمله اللي عملوا عملوا من زمان أيام ما كانت الموادات رخيصة النهاردة تكلفته 245 ألف جنيه تقريبا لما تيجي تبص في مصنع زي ده هنلاقي إن صاحب المصنع نفسه بيكسب في الكيلو نص جنيه في حال إن الموزع اللي بياخد منه بيكسب من 50 ل 75 قرش بكيره تمام؟ يبقى أنا دلوقتي وفرت على نفسي 245 ألف جنيه ترامو على الأرض عمالة كهرباء إيجار متان ميا خمات طبعا حاجات هالك حاجات بوزة مش حاجات بوزة ففيه حاجات كتير احنا لازم نحطها في الحزبان لما تيجي تبدأ حاجة زي كده الأيام اللي احنا فيها دي فيها شغل كتير جدا الشغل الموسمي دي على مدار السنة ممكن مثلا مش أقل من 200 مشروع وهذا يخدنا برضه السؤال احنا بنتكلم فيه اللي هو إيه بقى المشروع المفضل لنا في الوقت الحالي طيب في الوقت الحالي ده عندك حاجة اسمها الخردوات الشتوية لو ينفع أسكر أماكن المستواردين نفسها أنا على علاقة بي طيب الخردوات الشتوية المعروفة ما بيني وما بينك وما بيني الكل هو الأسكاب والجوانتي والكوفية والشراب والحاجات اللي دايما بنحتاجها في الشتا وبنستهليكها كتير طيب فإحنا ممكن ننزل أماكن معينة بنشتريها من المستواردين أو من المتجار أو المصنعين ونبدأ نشتغل بيها في أي مكان سواء إذا كان عند مكتبة شغال هتمشي في مكتبة هتمشي في محل هتمشي في الأسواق الشعبية هتمشي عند المصالح الحكومية كمان في توزيحها تسويقة المصالح الحكومية دي في حد ذاتها فيها مليون حد بيوزع عليها يوميا يعني أنا ليه حد من قريب موظف لما بروح أشوفه في شغل أو بروح أعدي مصلحة من أي وزيفة حكومية لك أن تتخيل بما أن الدكتور ممكن تشوف قد إيه بيخشه عندك مثلا المكان اللي أنت شغال فيه من المناديب اللي بيخشه يزواءه مليون حاجة فدي حاجات كتير احنا ممكن نستغلها بالأخص ده تحديدا المكان جانجاك للفكرة مفترة بما أننا في موسم زراعة الرمان قلت بارتشن صغير في مكان لذيذ بتصريح من إدارة الحقيقة التابعة للموضوع ده ما فيش حد اسمه ما بيعشقش الرمان وفويده أكيد حضرتك عارفه في كل المجالات قلنا ليه ما نجيبش كمية من الرمان ونبدأ نتعامل عليه على أننا مثلا نفرطها ونباحها للناس فعالة بشكلها لذيذ بحد أنه واقف لابسه يونفورم كويس جوانتي كويس هيقدر يزبط حاله هيقدر يعمل مشروع كويس أنا أريد أن أقول لك والله العظيم أننا عملنا مشروع لحد قبل كده كنت أعرف عندنا في أرض جنبينا وكان فيه قمح مزروم قلنا ليه ما نعملش بارتشن للبليل بس مش تبقى أي حاجة بس الحاجة التقليدية بتاعتنا مش دايما متشافة بس العين دايما بتروح للغريب وأي حاجة جديدة بتدقها جديدة بيبقى مزاقها الأولاني هو الصح مهما كان داء بعد كده من حلاوة فقلنا ليه ما نعملش بليلة بالمقصرات بالحلويات فحاولنا أن احنا نبتكر أخيرا موسم البطاطا اللي احنا فيه كانت جات لفكرة وأنا قاعد كده بنعمل حاجة أني حطت على البطاطا عصر عايز أقولك طلع تستفي الحاجة زي دي تحفة وعرفتها لأكتر من عشر أسخاص وتقريبا شغالين فيهم بفضل للغير دلوقت هنأسألك بقى المشاريع التي قدامة للشباب دي بيكون لها مقابل مادي يعني أنت لما تدي حد فكرة أو مشروعة بتباحها بمقابل مادي أو لا ده مساعدة للشباب أنا بقى ليه سبع شميين شباب اللي جيت النهار ده مخدش جنيه من الحال يعني يعني أنا بس أنا عارف ده ما هي الفكرة في إيه يمكن أن أنت أنا عارف ده من بره بس أنا حبيت الناس تسمع ده عشان نعرف أن مصر فيها خير أن فيه شباب في مصر نجحوا وعملوا مشاريع وكبروا وبيكبروا الناس معاهم يعني الموضوع كله مش موضوع مادي هو القصة بالنسبة للسيد محمد هو عمل مشريء أو نجح فيها وفيه وقت فراغ يعني هقول لك الحاجة أنا وقت الفراغ ده أنا ممكن استغله في أنه نام في أنه نخرج مع أصحابي في أني في أني لا لا بتكلم أن أنت بتساعد ناس أنك بتدي فكرة لشباب أنك بتدي حد هيبدأ خطوة في حياته هيبني أسرة هيفتح هيبني مجتمع ده برضو رسالة لناس أنا ده عليها حوالي سنة وشوية أكسم بالله كل يوم الساعة 6 صبح لازم يكون فيه بوست نازل على الجروب بفكرة مشروع جديد الناس ما بقتش تطلع من بيتها لما تشوف النص دوت وتبقى تتكلم ده بقى الشباب الناجح يعني احنا سيبنا من الناس احنا عندنا على النت على الفيس ثلاث أشخاص ثلاث أنوايا حد زيك بينجح وبيكبر الناس حد تاني قاعد مالوش هدف حد التالث هدف يخرب البلد احنا شايفين الناس دي دول ثلاث أشخاص بنشوفه حد بينشر إشعاعات وبينشر حاجات محبطة حد تاني بيقاعد مالوش في أي حاجة حد بيبني بقى بيبني البلد فاحنا عوزين نعرف الناس نتيجة اللي بيبني البلد ايه بينجح انا هقول لك على حاجة بسيطة احنا كلنا كبشر نفس التركيبة العقلية والجسمانية صح صح مفيش فرق ما بين عالم وبقين واحد فاشل مفيش حتى في دي زيادة بتقولوا انت فاشل مش كليا زيادة مفيش فرق ما بيننا ايه اللي يخلي ده عالب و ايه اللي يخلي ده قاعد في مكانه طموح احنا ما عندناش حاجة اسمها بالطبق والله العظيم ما في حاجة في الدنيا اسمها بالطبق اسم اخترعناها زي العنوسة بالزبط اسم اخترعناها عشان تبقى شماعة نعلق عليها الفشل انت انا عايز اقولك ان انا كل فترة بنزل بوست لأي حد حابب يشتغل يا جماعة اللي عنده شغل يقول لي عندي ناس كتير جدا بتطلب ناس الشغل بس ايه فين الناس اللي شغل لما كل الوظيف والشغلانات دي مش لازم تبقى وظيفة لما كل الشركات وكل المصانع دي محتاجة ناس الشغل طب وانتو فين فين الناس ايه عادة ليه عادة من الشغل مش هقولك لا انا واحد من الناس اللي بتمنى الشغل للشغلانات اللي انا محتاجة بس في نفس الوقت همسك في حاجة على متى دي الشغلانات في حاجة ان انا اشتغل اللي انا محتاجه وفي حاجة ان انا اشتغل اللي البرد محتاجاه أصلاً إنا دلوقتي عايشين في سوق اللي السوق محتاجه بشتغل فيه أي أن كان هو إيه قصة اللي أنا عاوزه ده ما هو أنا ممكن أكون أعاوز حاجة وأنا أصلاً ما عندش المخاومات أو المؤهلات اللي تشغلني فيه ما هو أنا أبقول لأن إحنا نمسك في أغرب حاجة جاية بحيث أن إحنا نطور من مستوانا ولما نطور من مستوانا هو أنا لما كنت قاعد النهاردة مع حضرتك كده في البرنامج هاليا ترى أنا كنت أحلم أصلاً أنا أطلع بحاجة زي ما أكفل أول خالص فيسبوك زي زي أي حد صح فالنهاردة الحمد لله صح فربنا كرمني بقي أن أنا طلعت وعملت حاجة وعملت حاجة وعملت حاجة لا طيب أنا من الأول ما كان شيء أقول لك والله العظيم أن ما كان عندي حلم واحد أنا طلعت في الجرنال صورت تلا في الجرنال لا ما كنت شجال أو ما كنت بلعب في ناتي فما ببالك بقى تلفزيون فما ببالك بقى النهاردة أنه بتطلع وناس بتحملك مسؤولي أسأل لها العظيم الناس اللي بتطلع تتكلمك دي أنت ما تعرفش إجابة في لوسة منين ما تعرفش مين عام الجمعية ما تعرفش مين مغترب ما تعرفش واحدة تعبار ما تعرفش مصورات حلم ففكرة أن انت بتديهم حاجة لازم تبقى ضقيق يعني زي حد كان سألنا قبل كده قال انت بتجيب معلوماتك من من النت قلت له طب ما أنا ممكن أجيب لحد الدراسة موجودة من كام سنة إحنا ليه قلنا بتاع المشاريع وليه قلنا مشروعات بالعامية إحنا بنوصل معلومة بكل مساطة لللي مش متعلم عشان اللي متعلم كده كده قولي دي هيفهمها يعني اللغة العامية الفصحة محدش هيفهمها غير اللي متعلم قوي أما العربية العادية بتاعتنا اللي بيني وبينها اللي الكبير هيفهمها والصغير هيفهمها وده الاتجاه اللي إحنا بنحاول نمشي فيه دلوقتي طب إحنا عوزين نبقى نوجه نصايح للشباب في اخترار المشاريع سريعا بقى نصايح للشباب عايز يطلع فجأة إليه نفسه بقى حد عايز يطلع يبص الحد يعني مثلا نهارده لما حد بييجي بيبص بيبص الحد مع رأس مال كبير طب إلاح وجه فلوسه إزاي على فكرة اللي مع رأس مال كبير بيبص اللي أكبر منه والأكبر منه والأكبر منه لا حلم حياة الشاب ممكن يبدأ بخطو والله العظيم إحنا مشكلتنا أننا بننام بالليل عندنا أحلام جامدة قوي النومة دي بتضيع الأدرنينيلي في جسمنا طب أنا دي ما أخدش خطو ما تستناش جديد ما هو جديد دايما مستوحى من الأديم ففكرة أن أنا أفضل مستني الجديد والله العظيمة هيكون جديد إنه حاجة مستوحية من الأديم أو حاجة أنت هتجيبها من بره بصو إحنا عندنا في مصر هنا أي مشروع تطلعه بره مصر اشتاكل بس مش كل حاجة بره بتعرف تجيبها هنا طب إحنا بعوزين نتكلم في دور الدولة بقى إن إزاي تدعم الشباب أو أنت شايف الدولة ممكن تقدم لك إيه والناس بتقول المشاريع إيه بس سريعاً برضا الدولة ممكن تساعدنا في حكاية شوية ترخيص تسهلها للشباب ممكن تساعدنا شوية في حتة الدرائب حاجة من الاتنين دول تسهل الترخيص شوية والدرائب تبقى أسل إحنا يمكن في الفترة الأخيرة طبعاً تم فاتح باب الإستثمار والبنوخ الإستثمارية والمكتب الإستثمارية في وجه الشباب أعطور تم عمل في وزارة الإستثمار موظفين خاصين بالمشاريع الصغيرة والمشاريع البدائية تم توفير أماكن لإقامة المشاريع يمكن أن تسع فاتح السيسي في آخر مؤتمر للشباب قاله كان دائماً بيدعم الشباب بيحص الشباب بقول أنا مع الشباب وأن الشباب دائماً لازم يشتغلوا لازم يبتكروا لازم يكبروا وإحنا من هنا من برنامجنا بنوجه طبعاً شكر للدولة لدعمها للشباب وموجه شكر للحد زيارة محمد إنه بدأ حياته وبدأ برس صندوق وفكر برس صندوق واشتغل وكبر نفسه إحنا دائماً في كل حلقة من حلقتنا إن شاء الله ده الشغل الجديد بتاعنا هيكون معنا ضيف ناجح في مجال من مشاريع الصغيرة أو المشاريع الناجحة لأستاذ محمد قدمها ويكون نستاذ محمد معنا برضو بإذن الله وهنجيب ضيف معنا في مشروع ناجح من الناس هتستفيد منه فإن شاء الله طابعونا وأي حد عنده أي سؤال بعد كده عن مشاريع أو عن نجاح أو عن هدف أو حلم يعاوز يحققه يتواصل معنا ومع البرنامج وإن شاء الله يكون في أفكار جديدة وأفكار برس صندوق وهنحاول نوصل بكم لبر الأمان وهنحاول نخرجكم لبر الأمان في المشاريع أو في الشغل استنونا إن شاء الله كل خميس الساعة عشر ونص صباحاً في برنامجكم العشرة صباحاً وطنوح جديد وحلم جديد وهدف جديد وشكل جديد للبرنامج بإذن الله نورتون